وأنا لسه على رأيي إن فيه جمل وفيه كلمات بتتقال في قعدة الصلح إحنا النهاردة بنتكلم على اتنين اتطلقوا وراجعين يعودوا يتكلموا ويتصلحوا عشان يرجعوا البعض تاني إحنا النهاردة بنصلح إحنا النهاردة مش عايزين البيت ده يتخرب اتنين بيحبوا بعض وحيان كمين بينهم أطفال ففي حاجات مدمرة بتحصل في قنابل بتتفجر فجأة كده في القعدة الست والراجل بيبقوش فاهمين هو انا جايين نتصلح إحنا بنحبوا بعض وجايين نتصلح من ضمن الحاجات دي يا دكتور الأهل الأهل مثلا بتلاقي الأم شخصيتها قوية طبعا خلاص خلاص إحنا مش نتكلم تاني في الأم الغيرانة من مرات ابنها إنه هو بيحبها هو خلاص طبيعية هي بتغير من أي حد ابنها هيحبه ولو حتى من الزواحف ماشي عندها عشر رجلين وبتسحف على الأرض برضو مامته هتغير منها إنه هو بيحبها أيها كان تلاقي فجأة مثلا بعد المشاكل وخلاص هو طلقها وبس خلاص أنا يعني أنا أجوزك بانتخالتك وخلص الموضوع وهي كويس على قد إيدك يمين يمين شمال شماله وإيه بلاش إيهاناته إحنا مربينها عندنا بقى وإحنا عارفينها مربينها بيتي مربينها بيتي وبعدين فيه كلبة بقى ممكن لو رجعت لها تاني ما هتبقى راجل فييجي الراجل عايز يرجع بقى لمراته دلوقتي هو عايز يرجع لمراته يرجع إزاي بقى يعمل إيه أنا عايزك تقولي الراجل ده يعمل إيه هو دلوقتي مزنوق ما بين مامته وبابا اللي هو أنت مش راجل ده عملت فيك وبهدلتك عارف لو رجعت لها تاني هو إيه دلوقتي بتفرج علينا بقى أعمل إيه أنا مش عارف يعمل دي ولا دي يعمل دي أو عايز أرجع لها أعمل إيه دلوقتي طيب تعالين رجعها ملقاو لو هو الراجل ده ما كانش بيحكي كل حاجة لبابا ومامته وإخواته والأهل وهكذا فبالتالي في اللحظة دي هي مش هتوصل لأولوك كلمة دي بصراحة الرجالة في الغالب مش هي Blick تحكي الستات هي اللي بتحكي آه 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 يعنى خلينا صرحة أو فيه رجالة بس يعني من القلائل لكن الست هالب تتبرع بتبقى منفحل أو زعلان أو بطعيطها تحكي 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 تطلع كل حاجة عندها أو بتبقى باعة يعني شكلوها شاول لو شكلوها شاول للحالتين عند الراجل وعن ست لأ بلاش نحكي كل حاجة لأن بعد لما نرجع لبعض كرجل وست هم يعملوا إيه بقى الأهل يفضروا فاكرين الكلام الكلام اللي حصل ما بيعودوش بيقولوا إيه معلش يا ابني دي كانت زعلانة لأ ما بيقولوش كده على حسب بقى لو على هواها تقولوا معلش يا ابني زعل لو هي بتحبها لو هي بتحبها والعكس ناحية تانية برضو الراجل المزنوق بقى في الوضع ده الراجل يعيني يعيني يعمل إيه بين أهله ومراضه لأ بصي في الحالة دي خلاص بقى حكا وقال كل حاجة وتزنق بقى في الحتة بتاعت لا انت ما ينفعش ترجع لها وانت مش هتبقى راجل لو رجعت وانت 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 انت نسيت كلها حصل والكلام ده كله يقول الأهل ويخرج بقى من الموضوع ده كله بشوية مبرت ما هي خلاص احتزرت هي ما اعتزرتش يعني أصلا يعني بس يحاول نواه يبرر يجمل الموضوع مش هنقول نجدب قوات ومش عيب يعني ومش عيب طبعا يعني مش عيب يعني نجمل الموضوع خلاص هي احتزرت لو فيه ولاد يقول لك طب ما خلاص عشان خاطر الولاد ما هي برضو كويس أصلا يا جماعة عملت واحد اتنين تلاتة كويس يقول الحلو بقى بتاع يبدأ يقول الحلو ماه ده بقى المأذق اللي يخرج منه الراجل بزر قدينة قلنا لك الحل تقول الحلو للست دي تقول الحلو ده حاجة مهمة جدا يبدأوا يشكت شوية يبدأوا زي اي انسان طبيعي يبدأ يحط قطم عملت حاجات وحشة وهو كم تدايق وعملت حاجات حلو خلاص هي وفاق اللي يعني